لكم حاجة هي غريبة شوية بس أنا يعني حد مكلفني بيها حد من اللجنة الخماسية يعني دي رسالة من عضو في اللجنة الخماسية لأحد أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق على طول بيقولوا إيه؟ أو هو قال لي إيه؟ ودون ذكر أسامي وللجميع قول الاحترام للي موجودين واللي كانوا موجودين واللي موجودين حاليا قال أنا برجو من الناس اللي كانت موجودة قابلينا إن هم بقاش فيه انتقاد ويسيبنا إن إحنا نخلص فترتنا وبعد كده الناس تحكم إحنا جايين في مهمة لكن إنت النهاردة بتنتقدني وبتنتقدني لمصلحة شخصية بتنتقدني لمصلحة شخصية وأنا في وقت من الوقات جيت استلمت منك بعض الملفات المهلهلة أنا بنقلكم الحديث بالنص عشان بس الناس تبقى عارفة إن أنا يعني في الآخر ما بيهمناش الحديث لو لنا وحد كلفنا بيه بنقوله استلمنا بعض الملفات المهلهلة ما طلعناش يوم قلنا إحنا جينا ملقاش ملفات بل بالعكس قال لي في كل تصريحاتنا وفي تصريحات رسولة عمر الجنيني إن إحنا استلمنا على وضع كويس و بنكمل المسيرة والكلام اللي كله شعر فأرجو إن أي مسؤول سابق في اتحاد الكرة يا فنم لو فيه حاجة تعال أكلمني حتنتقدني عبر الشاشات و حتنتقدني قدام الناس حتطر في وقت ملوقات أفقد أعصابي أرد عليك الشكل كله حيبقى وحش لأن في الآخر أنا اكتهدت وعملت أخطأت أو أصبت فده من الطبيعي أنت برضو كان عندك أخطائك هتقعد تكلمني هقعد أطلع لك الأديم شكلنا هيبقى أصلا وحش خلينا نحترم بعض وخلينا يبقى فيه روح جيدة ما بيننا دي رسالة عضو من اللجنة الخماسية لعضو مجلس إدارة في الاتحاد السابق و رسالة أخرى للمرشحين الحاليين قالوا أي مرشح التزم الصمت وقدم وراك وخش الانتخابات وينجع إحنا هنسلمك ونمشي ومش راجعين تاني أنت هدرك النهاردة تنتقدنا لهدف شخصي عايز التمان سنين عايز ده أحطيلك ده ما مشيتش على مزاجك في ده فبتنتقدني السبب هو مصلحة شخصية سيبنا نعمل المصلحة العامة وسيب الجمعية العمومية تحكم تقول إن إحنا نكحين تقول إن إحنا فشلين هما ساعتها أصحاب القرار الحقيقة النقطتين مكنعين مكنعين لأي مسؤول سابق سيب الناس تشتغل حضرتك في يوم الأيام كنت في نفس المكان أخطأت أحيانا وأصبت أحيانا حت النهاردة حتتهم الناس الناس حترد عليك حيبقى تراشق حتسيء في الآخر للمكان وللمبنى اللي في الآخر الناس كلها بتنتمي دي دي رسالة في منطقة الاحترام نقلتها زي ما الكتاب بيقول زي ما تشرحت